تسلمت مصر 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من انتاج شركة سينوفارم الصينية وذلك في الساعة الأولى من صباح اليوم بمطار القهرة الدولية من جانبها أوضحت وزيرة الصحة والسكان هالا زايد أن تلك الشحنة هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى مصر وذلك في إطار عمق وتربط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة وضمن جهود تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد هذا من المقرر أن تقضع الشحنة للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبر السن